في هذا اللقاء الصحفي أكدت أنقرة دعمها لجهود الأممية الجارية لحل قضية الصحراء المغربية وعادت تأكيد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على أن تركيا لا تعترف بالبوليساريو وأن أنقرة مستعدة للوساطة بين المغرب والجزائر لتقريب وجهتين نظرهما في هذا الصياق لأنهما جاران وتجمعهما حدود وتحديات مشتركة تركيا لا تعترف بجبات البوليساريو لكنها تدعم كل الجهود الأممية الحالية لمجلس الأمن الدولي أصدحا للنزاع اعتمادا على المفاوضات ونحن مستعدون للوساطة بين المغرب والجزائر بما يساعد على تقريب وجهتين نظريهما بهذا الشأن لأن حدوث مثل هذه المشاكل بين بلدين جارين تجمعهما حدود وتحديات مشتركة يبدو أمرا غير مقبول ولهذا لما فر للبلدين من التعاون والتقارب